السلام عليكم ليزامي مرحبا بكم معي فيديو جديد قضية جديدة قضية اليوم ستكون مدينة الدار البيضاء و ستكون من عين السبع بالضبط هذه القضية هزت الرأي العام و أطارت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي قضية اليوم ستكون عن سفاح عين السبع القاتل المتسلسل اللي صفها الكترنت لدى الضحايا قردهم و دفنهم في بقع نائية في سيدي حجاج و المشكلة أن هذا المجرم كان يختار الضحايا دياله بعناية كان يستهدف الناس اللي كبار في السين شكون هو هذا المجرم و علاس يستهدف هذا العينة بالضبط من الناس و كيفاش كان يستدرج الضحايا اللي كان يصفها لهم قبل ما نبدأ القضية دياليوم ما تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد و أكيد ما تبخلوش عليها بالإعجابات ديالكم إلا شفتوني كان استحق نبدأ و قضية اليوم على بركة الله قضية اليوم أو لقصة اليوم هاتي تبدأ مع واحد الشخص اللي كان سميته مجيد طيال كان في الخمسينيات من العمر دياله كان إنسان مزوج و عنده ولداته كان هذا الإنسان كيبيل الناس أنه طيب و كان شخص خادوم اللي يحتاج لي في شي حاجة في الدرب ديالهم كيتعاون معاه مجيد كان إنسان ضحوكي و ديما ناشط كان عنده واحد المحال و ما قدرش يسيره تخلى عليه و دار واحد الهوندا بس يسترزق من الله حتى الواحد النهار غادي دير كسيدة في هاد الهوندا و غادي قتل واحد الشخص من بعد غادي تتحب الرخصة دياله ديال السياقة و غادي دخل للسيجن من ينخرج من السيجن غادي القراسو زيغو ديغام لا خدمة لا ردمة و حتى البرمي اللي كان كيسترزق منه الله تسحب منه وبما أنه كان إنسان مسؤول لأسرة ولدات كان خاصه يسرف عليهم و كان خاصه يخرج يخدم من بعد خرج دبر على راسوف واحد ريبورتور اللي كان كيهز به أي حاجة أستروليا 20 سطر على أي حاجة من بعد غادي بقى الوضع على ما هو عليه واحد المدة واحد نهار غادي بل اختفاء ديال واحد السيدة اللي كانت موسينة خرجت هاد السيدة ما بقاتش رجعات بنتها بطسطة عليها ما خلت فين قلبات عليها قلبات حتى عيات والسيدة ما بانش لها الأطر هاد البنت كالأب ديالها صديق هاد مجيد سولاته على الأم ديالها والشافها جاوبها أنه ما عمره شافها مدة هادي من بعد ما فقدت هاد البنت الأمل في العطور على الأم ديالها مشانتل عند الشرطة ودرت اختفاء لفائدة العائدة عطات البطاقة الوطنية ديالها الشرطة اللي بدور ديالهم بدوا البحث ديالهم على السيدة وللأسف رغم تكتيف الجهود ديالهم إلا أن هاد السيدة ما بانش لها الأطر وما بان حتى شي خيتي في دونف هاد القضية من بعد تسع شهر تقريباً غادي يختفي واحد الراجل آخر بدون أدنى سبب هاد الراجل كانت الأصول تياله أمازيغية وكان كيخدم عساس في واحد الباكينج هاد السيد كان مزوج ومراته تهيا ما خلت فيه نقلبت عليه وحتى هي ما بقيتش القتلي الأطر دارت بالاغ الاختفاء لفائدة العائلة هاد مجيد ولا كيخدم عساس في نفس البلاسة اللي كان خدم فيها هاد السيد اللي اختفى وكان كيساعد هاد العائلة وكيجيب لهم ليقسم الله وتيتقدى لهم وكيقول أنه كيدي الخير في سبيل الله من بعد الاختفاءات بجوج غادي يجي اختفاء الثالث اللي هو كان السيدة مسنة كانت ميسورة الحال ولاد هاته هي بقاوكي يقلبوا عليها وما بينش لها الأطر بقاوكي تصلوا بالهاتف ديالها التليفون كان طافي ما خلوا فين قلبوا على الأم ديالهم حتى واحد لسولوت تواحد ما عارفها فين كينا وما لقاو حتى شي خيط يقدر يفيدهم في العثور عليها بقا لهم حتى وما واحد الحل أنهم يديروا بلاغ لفائدة العائلة عند الشرطة الأبناء ديال هاد السيدة مشاو ديك لاراو عند الشرطة وداروا بلاغ وعطاو المواصفات ديالها للشرطة وعطاو كذلك شنو كانت لابسة داك النهار اللي اختفت فيه ديال هاد المختفية أكدوا الشرطة أنهم كيت تصلوا بها بتليفون ديالها والتليفون ديالها مطفي وما فيه وما كي يجوّبوا حتى شي حد الشرطة بدأوا البحث وأول حاجة داروها أنهم حطوا هاد التليفون تحت المراقبة وتسناو لا ربما يقدر يهدر منه شي حد دازد ربعين يوم على هاد الاختفاء وغادي يجي واحد الإشعال للشرطة بأن الهاتف اللي كانوا مراقبينه خدام وفي نفس الوقت غادي يعرفوا البلاسة فيه كين هادك التليفون بسرعة مشوا الشرطة العين المكان واكتشفوا أن الهاتف كين عدو واحد الشاب بدوك يحقوا معاه وصولوا هاد تليفون بين جاك الشاب أكد لهم أنه شراه هاد تليفون معند الخال ديالو من بعد جاو الشرطة عند خال هاد الشاب باش يستجوبوه وتخيلو شكوه لقاو خال هاد السيد خال هاد السيد كان هو مجيد طيال هاد مجيد كان كيساعدة السيدة المختفية في الصخرة كان كيهز لها البوطة يجيب لها الصخرة يتقدى لها من الحانود بما أنها كانت مسكينة ماذا تقدش تخرج بزاف وهذا فهو كان خادوم وكانت يتقدى لها وكيساعدها الشرطة بدو استجواب ديالهم مع هاد مجيد وصولوه أش من علاقة كانت كتتردك بهاد السيدة اللي اختفت وعلاش تليفون ديالها عندك مجيد مبقى عرف كيفاش يجوب السيد ضغطه عليه وضغياء السيد نهار وبدك يعتارف يعني ما عطلهمش والقصة كانت كتال قال لهم أنا اللي قتلت هاد السيدة مولاد الفيلة وقردتها على جوش تنصوص النص اللي اول دفنته في البقعة ديالأخت ديالي ودرتها هي الساس وبنيت فوق منها في سيدي حجاج أما النصف الثاني فاخديته ودفنته في البقعة أخرى اللي كنت تكلف بالبناء ديالها الشرطة مساوه بسرعة البلاصة في نعيل ليهم وبما أن سيدي حجاج كانت تحت الحكم ديال الدارك المالاكي فالداركيين نسقوا مع الشرطة وتعاونوا باش يحاولوا ما أمكان يفكوا لغزة القضية مهم الداركيين مشاول سيدي حجاج ومشاول البلاصة بالضبط فين نعتليهم مجيد حفروا في ديك البلاصة فين الأرض ديال اختشوف فين كانت حفروا غادي يلقاوا الجزء اللول من الجدة ومن بعد مشاول البقعة اللي كان مكلف بالبناء ديالها حفروا كذلك ولقاو تم مصيبة كبيرة لقاو جوش الضحايا آخرين راجل أمرا سولوش كل مسؤول على هاد الضحايا قال ليهم أنا اللي قتلتهم بشوش بعد البحث ديال الشرطة لقاو ان هاد الضحايا بجوش هما اللي كانوا ديرين لهم بلاء اختفاء لفائدة العائلة هاد السيدة لصفها لهاد الناس بهالطريقة الوحشية واشنو السبب والدافع اللي خلاه يدير هاد الجريمة لحد الآن العلم لله القضية باقة وباقي للآن ما تحكمش فيها وهنا احتى واحد معرف السبب لخلال السفاح أو للقاتل المتسلسل يصفيها لهاد الضحايا بهالطريقة الوحشية علاش صفها اليوم بهالطريقة الوحشية وعلاش استدرج هاد النوعية ديالناس اللي كانوا كبار في السين لحد الآن العلم لله أي فرض يكتخرج فقط فهي اجتهاد من القنوات أما الحقيقة فباقي ما بينتش والتحقيقات باقة مستمرة ولحد الآن ما كانش شيخات جديد في هذه القضية نهاية القصة ونتمنى تكونوا اعتبرتم منها ونتمنى نكون فت ولوهيب شوية في هذا الموضوع إلى الملتقى في قضية جديدة وقصة جديدة بحول الله إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة